اشتركوا في القناة لتبادل الافكار والخبرات حول المسجدات الامنية الراهنة على الساحة العسكرية ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة المنظمة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 حيث اطلع الرئيس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على برامج تلك الشركات والمؤسسات وما ستقدمه من وسائل حديثة وتقنيات متطورة واخرى للمسجدات العسكرية وقد اعرب سموه عن فخره واعتزازه باستضافة مملكة البحرين لهذا المعرض الدولي العسكري مؤكدا سموه انه سيكون له ابعاد ايجابية لقوة دفاع البحرين لمواكبة الحداثة والتطوير الحاصل في المنظومات العسكرية كما اكد سموه عن قوة الدفاع ستستفيد من المؤتمر لما سيشهده من مشاركة واسعة من قبل ابرز الشركات والمؤسسات وايضا المنظومات العسكرية في جميع التخصصات البرية والجوية والبحرية وقد اوضح سموه ان مشاركة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واحل في شمال الاطلسي النيتو له دلالات واضحة على اهمية هذا المؤتمر وما اطمنه من عرض افكار ومسجدات عسكرية اشتركوا في القناة